أهلا بك عزيزي المتابع في هذه المراجعة في كورس أهم ألف كلمة إنجليزية في دقائق إذن ركز معي جيداً الآن سوف نراجع من الحلقة 166 إلى الحلقة 170 وسوف نجري اختبار اختبارنا هو أن نأخذ كلمات اليوم ونكون عن كل كلمة من كلمات اليوم جملة مفيدة تكتبها في التعليقات سوف أمر عليها لاحقاً وأصححها إن شاء الله إذن ركز جيداً معي من هذه اللحظة حتى نحفظ أكبر كمية من معلومات هذا اليوم كلمة الأولى عندنا في هذه الحلقة country أقرأ country أقرأ معي country بلد دولة أو وطن أهم مرادفات كلمة country land land homeland 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 state 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 land homeland state هذه أهم مرادفات كلمة country خلنأخذ أمثلة على كلمة country نتعلم كيف نستخدمها have you ever lived in a foreign country have you ever lived هل أشت من قبل in a foreign foreign أجنبي أو غريب foreign country بلد أجنبي have you ever lived in a foreign country أحفظ معي have you ever lived in a foreign country علامة سؤال have you ever lived in a foreign country ممتاز خلن روح المثال الثاني they drove around the country they drove around the country سافروا في جميع أنحاء البلاد drove الفعل الماضي لفعل drive drive يقود drove قادة they drove هم قادوا أو سافروا around حول the country حول البلد في جميع أنحاء البلد they drove around the country they drove around the country أقرأ بصوت عالي خمس مرات لكل عبارة حتى تحفظها بشكل جيد باللفظ الصحيح طبعا واكتبها في كل رأسك أيضا لأن هذا الشيء مهم أيضا they drove around the country نأخذ الكلمة البعدها عندنا كلمة couple 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 زوجان مزدوج أو ازدوجة وتأتي بمعنى زوج أيضا نأخذ أهم مرادفات كلمة couple husband 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 زوج pair pair ترابط ترابط أو ازدوجة pair duplicity duplicity تضاعفة أو ازدوجة إذن هذه أهم مرادفات كلمة couple المثال الأول على كلمة couple we will be here we will be here for a couple more years we will be here for a couple more years سنبقى هنا لبضع سنوات أخرى we will تنكتب بهذا الشكل we will be we will be here سنبقى هنا we will سوف be here نبقى هنا for a couple بضعة هنا أتت بمعنى بضعة more years سنوات أخرى years we will be here for a couple more years نأخذ الكلمة مثال بعدة لكلمة couple just a couple more questions فقط بضعة أسئلة أخرى just a couple more questions 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 just a couple more questions نأخذ الكلمة البعالة كلمة course دورة دراسية طريق أو اتجاه أهم مرادفات كلمة course seminar 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 direction اتجاه direction road طريق أو شارع course course هذا اللي نقوم به إحنا الآن ندرس course اللي هي دورة دراسية هذا الكورس اللي قاعدت تتعلم باللغة الإنجليزية هو عبارة عن course course إذن أحفظ كلمة course نأخذ مثال على كلمة course the course of history the course of history the course of history مجرى التاريخ you can download the course material you can download يمكن التنزيل أو تحميل the course material مادة الدورة اللي هي المواد الدراسية you can download the course material you can download the course material court 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 محكمة ملعب أو جلسة court of justice playground meeting meeting court court مثال أول على كلمة court she will take the matter of court she will take the matter of court سوف ترفع الأمر إلى المحكمة she will take the matter of court I prefer an indoor court I prefer an indoor court I prefer an indoor court أنا أفضل ملعب داخلي prefer يفضل I prefer an indoor court cover cover غطاء أو ملجأ أو غلاف cover cover ريفيو جي ريفيو جي ملجأ clothing ملابس وتأتي بمعنى غطاء screen شاشة أو حاجز تأتي بمعنى أيضا إذن cover غطاء ملجأ غلاف كتاب احفظ كلمة cover cover المثال الأول على كلمة cover the insurance will cover it the insurance will cover it سيغطيها التأمين the insurance 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 تأمين will سوف cover it يغطيها the insurance will cover it they provide emergency cover they provide إنها توفر emergency cover they provide emergency cover إنها توفر غطاء الطوارئ شكرا لكم على المتابعة انتظروني في حلقة إنجليزية قريبا إن شاء الله في هذا الكورس المميز ما عليك الآن هو أن تأخذ كل كلمة من كلمات اليوم اللي مرت علينا تكون جملة مفيدة وتكتبها في التعليقات انتظر إجاباتكم أسفل هذا الفيديو شكرا لكم على المتابعة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة حتى تحصلوا على جميع الدروس شكرا لكم وإلى اللقاء